أعزائي طالبات الطالبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 50 صباح الخير على كل طلابنا لعزائي صباح الخير على كل مدرس اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه منها الكمال النهاردة عندنا حلقة خاصة مع مستر خالد عطية واللي يشرح لنا سؤال critical thinking بالنسبة للقصة اللي هي The prison of zinda as a whole صباح الخير يا مستر صباح النور يا مستر رحمة إزاي حضرتك شرفتنا ومشرفتنا كالعادة الله يخلى حضرتك وحلقة موفقة إن شاء الله الله يخلى حضرتك صباح الخير على كل زمائينا صباح الخير على مصر كلها وصباح الخير على طلاب مصر كلها بصفة عامة وطلابي بصفة خاصة وإن شاء الله يبقى يوم مثمر وجميل بك وبإذن الله إن شاء الله شرفتنا مصر الله يخلى حضرتك طبعا مستر خالد عطية مجمع لنا أهم الأسئلة اللي هي critical thinking على القصة أزهول ويوضحه للطلبة بتاعتنا خليكم معنا إن شاء الله نكامل مع بعض الحلقة نشوف مع بعض كده مستر خالد الأسئلة اللي حضرتك مجمع حالي الطلبة بتاعتك طبعا طبعا مستر أحمد بيسألنا جماعة بس قبل ما أجاوب أنا عايز بس أوضح نقطة critical thinking questions دي يا جماعة بتاعت النوبل بتعتمد يعني على رأيك الشخصي طالما أنت عامل logical answer أو logical reasons جايب أسباب منطقية سواء بقى بتقول yes أو no ساعات كده ممكن يبقى فيه سؤال إجابته yes ويبقى صح وبرضو إجابت سؤال تاني no وبرضو الإجابة تبقى سليمة تمام؟ فمثلا مستر أحمد بيقولي هل رأسندل في اعتقادك إنسان كسول؟ بعض الناس يقول أيها هو كسول هات لي بقى ما يزبط ده من القصة يعني ممكن نقولي مثلا لو أنتوا فكرين he didn't like to work ما كانش عايز يشتغل he always wanted to have an easy life وطول عمره عايش حياة بسيطة وهدية كده out of responsibility ما فاهاش أي نوع من المسؤوليات تمام؟ طيب some other students may say no ممكن واحد تاني يقول لا أنا رأيي إنه هو مش كسلام طب هات لي بقى ما يزبط ده برضو في القصة رأسندل قالي I could learn أنا تعلمت to speak five languages تعلمت خمس لغات German و French و Spanish وزي ما أنتوا عارفين at schools and German universities في الجامعات ده والإيه والمدرس الألمانية كمان هو كتاب كان بيقول إن رأسندل was good at guns swords and riding horses إنه هو تعلم المبارزة بالسيفة مسترحمد والguns الرماية وRiding horses ركوب الخيل فهنا بقى both answers are correct يعني اللي هيجاوب ده صح واللي هيجاوب ده برضه يبقى صح جميل نشوف مع بعض question number two بيقول if you were a rassendel would you agree to risk your life and replace the king and why تمام سؤال مسترحمد ده جميل جدا بيقول لو أنت ما كان rassendel would you agree to replace the king هل كنت هتقوم بدور الملك دوت ولا لأ يعني ممكن نقول برضو إكمال اللي اللي قلناه ممكن تبع فيه سؤالي إيجابتين I may replace the king I may accept to replace him ممكن أقبل فعلا نلعب بدور الملك ليه بقى because I like adventure there is something exciting ده شيء برضو مصير قوي وأنا بحب المغامرة فهتبقى الإجابة صح لكن some other students may answer ممكن طلبة تانية الجاوب تقولي بقى لا I wouldn't accept to play the king's rule أنا مش هقوم بدور الملك ليه it may be dangerous to my life لأن ده ممكن يبقى خطير على حياتي وبالتالي everyone should be cautious and careful about his life والمفروض أن أنا بقى حريص على حياتي فبرضو هنرجع ونقول both answers are correct أنا يمكن عاملين أول 3-4 سئلة كده B, S, O, O كي عشان بس انفهمك إنه دي ودي إيه صح جميل question number 3 بيقول if you wear rassendel how would you feel on the coronation تمام لو أنا مكان rassendel إيه شعور يوم التتويجة مستر أحمد طبعا التتويج ده كان فجأة بالنسبة الرassendel كده something happened suddenly شيء حصل فجأة فممكن بعض الطلبة تقول يا جماعة I may be worried and afraid ممكن أبقى الآن وخايف ليه because if this plan was discovered لأن لو حد اكتشف الخطة دي I might be killed or at least imprisoned على الأقل لنا هتأتي لي هموت so I may be afraid أو I must be afraid at this time أكيد أنا هبقى خايف في التوقيت ده لكن ممكن الناس تقول إيه On the coronation day rassendel was happy proud of himself كان مبسوط وفخور بنفسه ليه because this is a magical feeling شعور جميل جدا to be a king suddenly to be a king إنك فاجأة كده تلاقي نفسك بقيت ملك حاجة طبعا رهيبة جدا فبوث answers are correct too جميل نشوف مع بعض question number four Do you think that Rodolfo rassendel is a man of principles سؤال مهم أوي A man of principles هالرassendel ده رجل عنده مبدأ رجل صاحب مبدأ يعني Of course I agree طبعا إحنا موافقين على الكلام ده هاتبقى زي ما قلنا أولادنا إيه نسبة الكلام ده من النوفل نسبته الكلام ده من النوفل إزاي يعني مثلا ممكن نقول إيه إن رassendel risked his life or gave his life أو he was ready to give his life كان مستعد للتضحية بحياته مقابل إيه بس just to save the king of Britannia just to save the king and restore his crown عشان بس ينقذ الملك إنه يسترد العرش بتاعه ويسترد إيه التاج أو الحكم الملكي بتاعه he didn't want to be a king of river كانش عايز يبقى ملك ولا حاجة فده في حد ذاته يثبت إنه هو أمانه برينسبلز نقطة تانية يا جماعة ممكن نقول إيه يمكن أنت طبعا طلبنا الشاطرين عارفين ومتابعين أحداث النوفل عارفين إنه مايكل أفردهم عرض عليه two offers عرضين قبل كده of taking much money and leaving Britannia إنه ياخد فلوس كتير ويسيب البلد ويمشي ومالوش دعا بقصة الملك دي خالص رفض ساعتها ولا وافق أيوا برافو عليك ورفض فإحنا ممكن نقول إيه إن راسند برضو ده يثبت إنه صاحب مبدأ راسند refused to take much money أو refused مايكل's offers أو مايكل's main offers رفض عروض مايكل ورجالته اللي هي إيه أوضحها of taking much money and leaving Britannia إنه ياخد فلوس ويسيب البلد just for saving the king لمجرد يا جماعة إنه هو إيه ينقذ الملك طب فاكرين برضو موقف تاني لما عرض عليها مستر أحمد إيه أو سابت قاله اطلب الجواز من في ليفيا طبعا بس كان هيطلب مش هتجوزها يعني حتى الطلب نفسه رفضه وقال لي سابت إيه قاله this is not fair لا دازول this is not fair بالضبط ده مش عادل ليه قالك في ليفيا was clever and good she must know everything about her future husband دي لازم تعرف كل شيء عن زوجها المستقبلي فعشان بقى this is not fair I can't marry her ماقدرش إن أنا اتجوزها يبقى فعلا الراجل ده a man of principles and remember that he could as a king هو كان مالك فكان في استطاعته يبقى he could have killed رودولف ألفبرغ كان ممكن يخطط لقتل الملك نفسه then he could kill Michael كان ممكن كمان يقتل Michael and if he would like to be the king he would be ولو فعلا كان عايز يبقى مالك كان هيبقى مالك يبقى الراجل ده مالوش أي مطامع ولا اللي جالانبشنز زي ما بيقوله he wanted just to save the king because this is fair عشان ده العدل جميل طيب question number five you only do agree that Robert was a man of no principles العكس بقى مستر رحمة بيقول لي هال روبرت a man of no principles راجل ما عندوش مبدأ احنا كلمنا عن مبدأ المبدأ يتمثل في مين في الرودولف راسندل تمام عدم المبادئ بقى أول واحد هنا عندنا مين روبرت هنزو أفكرك ان روبرت هنزو ده مين وان اف ذا سيكس من وان اف ذا ثري روريتينيانز أحد التلاتة أو أحد السيكس من لهم the most dangerous of Michael's men أقطر رجالة من رجالة مايكل طيب مستر رحمة بيقول لي هل هو إنسان ما عندوش مبدأ اللي متابع طبعا النوفل وقاري كويس عارف ان رودولف راسندل offered him to betray Michael عرض عليه انه يساعده في إنقاذ الملك فساعتها استغرب انه وافق بسرعة وروبرت قال لي بقى روبرت decided أو accepted to betray Michael قبل انه هو يخون مايكل just for money أو for a reward أو for his own good مجرد بس إنه عايز فلوس خان مع إني إيه روبرت هنزو is supposed to be loyal for Michael من المفترض إنه هو يبقى مخلص جدا he is one of the six men who are supposed to be loyal to Michael فالمفروض المخلصين لمايكل لكن he proved to be dishonest اتضح في الآخر إن الرجل ده غير أمين بالظبط كلاس تمام برضو احنا بنحاول نجيب الأسئلة المتعلقة ببعض زي ما مسترحم ببولي بتريال وتريزن دول اللي أم الخيانة يا جماعة بلايه ده رول لعب ودور في القصة هل ده واضح في القصة؟ أكيد مين خان مين؟ حاول بقى تستنتج النوفل مش عايزة ناس حفظة عايزة ناس فهمة أحداث تمام؟ وبتعرف تكتب simple English يمكن أنا هستعين بكلمة مسترحمد مستر رمضان التركي مدرسنا الفاضل القدير كان بيقول إحنا يا جماعة بنكتب بأسلوب بسيط جدا وهو السنوان العامة كده اكتب كلام بسيط جدا عشان تتمكن إن انت تعرف تكتبه وبالتالي بتاخد الدرجة تمام؟ فحاول تكتب بأبسط الأساليب طيب مين خان مين بقى؟ لو إحنا قلنا هي هناخد بتري دي معناها يا خون يا خون يعني إيه؟ بتري ها؟ بتري تمام منصطرح ما داشتر منك هو يا خون يعني إيه؟ بتري لو نستها يا جماعة فيه كلمة اسمها work against work against يبقى يا خون يا إما بتري يا إما work against هنكتب في الأول كده روبرت هنزو بتري يد مايكل خان مايكل إزاي؟ منها هي accepted to help rassendel for a reward أو for money for a reward يعني طلب بس مكافأة ويخون مايكل ويحرر الملك عادي ما فيش مشكلة طب في حد تاني خان حد أكيد بقى طبعا الخيانة العظمى مين؟ إن مايكل بتريد هز برادر مايكل خان أخوه مايكل كيدناب دي ذا كينج خطف الملك اللي هو أخوه and held him a prisoner in the castle of zinda وحبسه في القلعة ليه بقى؟ to take the crown to take the crown للاستلاء على العرش طبعا لو أنا معرفش حتى take the crown دي مع إنها take وcrown مش صعبة أقول to be a king يعني هقول إن مايكل بتريد the king خان الملك to be a king عشان هو يبقى إيه؟ الملك حاول تكتب كلام بسيط عشان تتمكن منه كيه؟ ربنا وفقكم صدر السماء question number seven بيقول do you think that do you think rassendel was courageous and brave سؤال يعني إلى حد ما برضو مهم اللي هو rassendel was a brave young man أو courageous young man إنسان شجاع هنا بص برضو لازم إيه هو مجرد أنت كده بتيس ونو على فكرة بتاخد نص درج هي السؤال ده عليه درجة ونص هما تلاتة بيجي اتنين كل سؤالة مسترح ماد عليه درجة ونص فدول بيبعليهم طلط درجات مجرد ما بنيكتب yes بس هناخد دي نص درج يعني yes أو no اللوجيكال بقى reason أو الاناليسيز اللي هنعمله التحليل بتاع السؤال هو ده اللي عليه الدرج فالميستر بيقول لنا إيه مستر أحمد هل رassendel لجماعة إنسان شجاع أكيد مش أكيد عشان إحنا عايزين كده القصة بقى هاتلي ما يزبط ده من الأحداث بتاع النوفل أول حاجة هقوليه he accepted able to replace the king إنه يحل محل الملك although it may be dangerous for him وده خطر for his life على حياته تاني حاجة رassendel لو فاكرين شابتر ثري decided to ride into the old part of town قرر إنه يمشي في وسط الفقرى مستر although he may be killed or hurt بالرغم إنه كان ممكن يتقتل أو ينصاب لإنه إحنا عارفين طبعا من الأحداث إن poor people support the Duke الفقرى بيحبوا بيدعموا مين مايكل سوزي ماي hurt or kill the king كانوا ممكن يقزوه طب هل ممكن نقول مثلا كمان لو أنتوا فاكرين كده في السمر هاوس إن رassendel fought modified يحارب أو يقاتل اسمها فوت زي buy boat fight fought فبنقول إن رassendel fought مايكل زمن حارب رجالة مايكل أدزا hunting lodge في الhunting lodge لو أنتوا فاكرين and he could kill two وقتل اتنين and escaped وهرب تمام طب لو جينا احنا مثلا في شابتر ايت هنعرف بعد كده إن رassendel faced مايكل زمن وجه رجالة مايكل تاني and could kill some of them وقدر يقتلهم وهنعرف بعد كده هي فيز روبرت هنزو while escaping قد يندو في شابتر ايت في نهاية شابتر ايت واجه روبرت هنزو كده هو بيهرب في الغابة and he could cut him in his cheek وعوره كده زي ما قلنا في خده أو في وشه كده فده كله دليل شجاعة طب هل في مواقف تانية انت ممكن تقول يا جماعة مواقف تانية طب بس سؤال هو لو انا المفروض اكتب قدية اخر السنة هل المفروض لو فيه سبع مواقف اكتب السبع مواقف لا هو عادة يا جماعة بيجي مثلا نقولي يكتفى بثلاثة يكتفى باربعة يعني لو فيه سؤال اللي بيدلل على صحته أو عدم صحته ثلاث مواقف لو كتبت اتنين تمام ناخد الدرجة كاملة لكن لو فيه ست مواقف ماينفعش اكتب واحد أو اتنين طالما فيه ست مواقف وانت عارف ان فيه ستة بيدلله على كده أو على عبارة معينة انت بتكتبها ماينفعش يبقوا ست مواقف تكتب واحد لا اكتب ثلاث اكتب أربعة والله لو عارف تكتب الستة اكتب الستة بس حاول تكتب ايه سيمبل انجلش لازم تكتب حاجات بسيطة اوه عشان تعرف تتمكن منها فيعني جاست هده جميل سابت و سكوشاس سابت و سكوشاس كوشاس يا جماعة معناها كارفول سابت حريس بالضبط يا منستر كده هل فيه حاجة تثبت ان سابت حريس طبعا لو افتكرنا من ايام شابتر 2 كده قلنا ايه قلنا ان سابت أسكد راسندل وانت كينجوز بويزوند طبعا لما الملك السمم سابت أسكد راسندل تو هل بهم انه يحضر حفلة التتويج بدل الملك ليه بقى بيكوز هي سيد ساعتها قال ليه لان الملك لو لم يتوق دلوقتي خلاص مش هيشوفها عمره ما هيبقى مالك لان طبعا سابت خدنا احنا قبل كده قلنا سابت رجل عنده خبرة كبيرة مستر احمد فعارف كويس عفوا عارف خطط مايكل ونوايا السياء ايه عشان كده هي صمم ذات راسندل مستر بليز لازم يحل محل الملك يبقى سابت حريص كمان لو انتوا فاكرين لما رجع سابت وراسندل من الهانتنج لوجه فاكرين احنا ان راسندل كانت اتعور في وصيف في صباعه ساعتها راسندل قال ايه لفرايلر اللي ون يو سيرفانت الخدم الجديد قال له ان السبب الاصابة دي ان راسندل كوت هيس فنجر ينادور راسندل كوت هيس فنجر ينادور صباعه اتقفل عليه الباب الباب افل على صباع هيديد انتوانتو تيل هم تتروس هيد كورينتو هفضن ذات ما كانش ينفع يقوله الحقيقة ليه بيكوزة بلاني الساكرت خطة سرية يبقى دموقف يثبت انه كوشاس او كيرفول برضو احنا فاكرين لما راسندل يا جماعة في البول كان قاعد في الحفلة كده مع برينس فليبيا وكان على وشق خلاص ان ينهر ويقولها الحقيقة ساعتها سابتة ابي ارد صادلي ظهر سابت فجأة تمام تستوب هم تلينج فليبيا دا تروس عشان يمنعه ان يقول فليبيا الحقيقة بكوز هي زا سيكرت بلانا از وي سيد فلنا يستمع الليل السياسات المتعلقة ببعضها مسته رحمة بيقول لنا بدون وجود سابت في حياة راسندل كان سابت هي تعنده مشاكل كدير يعني سابت ايه قدر يساعد راسندل ازاي اول حاجة لو احنا فاكرين طبعاً وإن راسندل أجريد 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 لما وافق راسندل إن هو يبقى الملكة مستر لازم طبعاً يعرف معلومات مين اللي هيديه المعلومات دي؟ سابت سابت تقوله كل حاجة عن حياة الملك قاعد يقوله كل حاجة عن حياة الملك قاعد يحكي له كل تفاصيل حياته ليه بقى؟ عشان يساعده يتجنب الأخطاء بالضبط ويقوم بدور الملك بشكل لائق فيبقى سابت فعلاً حريص أو بدونه كان هيحصل إيه؟ مشاكل تمام طبعاً إحنا عارفين ست المشهورة بالطموح والصروة دي اللي كانت جاية ضيفة عند مايكل طبعاً هي مكنتش عارفة حاجة بس لما عرفت بقى وينشي نيو دات مايكل أو وينشي نيو عبوت مايكل إيفلز بلان عرفت خطط مايكل الشريرة؟ لا قررت تساعد راسندل فين؟ طلبت منه يجي السامر هاوس قلت لراسندل إزاي مايكل عايز يتخلص منه ويتخلص من مين كمان؟ من راسندل من الملك وراسندل يعني كمان بعد كده كانت حذرت في ليبيا لما بعت لها الجواب وقالت لها إيه؟ لو أنتوا فاكرين لا تقبل أي موضوع من مايكل ما تقبليش دعوات خالص من مايكل تمام؟ I don't want you to fall into the power of the Duke أنا مش عايزك يتقضي تحت رحمته وقالت لها كمان Don't go out without many guardians with you وقعت خروجي بدون حرس يبقى فعلا أنتوني دوموبان represent this to the good side تمثل الجانب الخير في القصة and she is a good example to follow for honesty وفعلا مثال يجب أن يحتزى به تمام نرجع بقى لأول لقطة في شابتر 1 طبعا روز مستر بيقولي إيه مستر أحمد هل روز معاها حق تبقى متضايقة يعني كده ومزعلانة من راسندل أكيد ليه من شوية قلنا أن راسندل didn't like to work he had a passive life قعد حياة سلبية ومش عايز يشتغل تمام he's 20 years old وبقى عنده 29 سنة and it's supposed for such a good age المفروض في السن الكويس ده everyone should have work إن كل واحد يشتغل because work is important work is responsibility لأن العمل ده مسؤولية وأي حد work is important for anyone okay that's the answer ننتقل لسؤال question number 12 was Rose persuasive and why was Rose persuasive هل روز يا جماعة إنسانة مقنعة تمام طبعا I think she was persuasive ليه بقى persuasive ده إكمالا للدرسة اللي فات بقى هي هنا برضو في حاجة هي ما انتقدتوش بسلبية وسكتة لا طبعا هي برضو عملت إيه حققت الهدف she asked him طلبت منه to work for sir jacob bordeel قالت له هتشتغل مع قريبنا اللي اسمه سيد جاكوب بورديل who is going to be an ambassador in six one first time اللي في خلال ست شهور خلاص هيبقى سفير عشان كده he accepted to work able إنه هو يشتغل she persuaded him هي أقنعيته هو حتى قال لنا إيه كريدر زبا قال لنا my sister in lorose مرت أخوية دي has a way of asking people to do things which is impossible to refuse دي عليها طريقة للإقناع لا يمكن تقدر ترفض لها طلب يبقى فعلا روز is persuasive مقنعة تمام راسندل لعب دور الملك بكفاءة لكن كان عنده بعض أخطاء طب هلأ ده رقول ممكن أقسم السؤال نصي أتكلم إنه لعب دور الملك بكفاءة آه يعني ممكن أقول إيه راسندل believe the rule will لعب دور الملك كويس no one discovered his plan no one suspected him محد الشك فيه يبقى هو نجح في ده طب الجزء التاني بقى من السؤال he made mistakes زي من صراح ما دقال عمل أخطاء هاتلي بقى الأخطاء دي من القصة يبقى كلامك منطقي أول خطأ عنده قاد في ليفيا's balance فأصر الأميرة في ليفيا when Michael was waiting outside تمام مايكل كان مستني برا راسندل didn't allow him to come in ما سمحلوش يخش or didn't ask him to come in ما طلبش منه لإن إحنا طبعا قرينا بقى مش عايزين نستفيد إن المفروض كان هو اللي إيه اللي يقول he didn't know this information or this piece of information ما كانش يعرف المعلومة دي يبقى هي made a mistake فيه mistake كمان عملوا راسندل when philivia asked him about responsibility and society لما كانت في ليفيا بتسأله بتتكلمه عن المجتمع ومسئلياته قال لها إيه قال لها when I was young I didn't think I should be worried about the king about the society أنا مش المفروض إن أنا بقى لقانا على المجتمع because I think or I thought it was someone else's job إن ده دور حد تاني مش أنا يبقى هنا the king spoke about responsibility passively اتكلم عن المسئولية passively and the other king وكمالك بقى هي شو ده the expected responsibilities كان المفروض يبقى متوقع المسئوليات إزاي هو هيبقى مالك تمام and the expected that someone else make care about poor people إن حد تاني هو اللي يعتني بالفقرة مثلا أو يعتني بالشعب تمام عشان كده he made some mistakes بس هو كان بيقول الحمد لله my growing popularity شعبيتي إزاي ده الناس بتحبني made people forget about my bad occasional decisions كانت بتخلي الناس مش فاكرة لي حاجة اللي هو بقى حبيبك يبلع لك الظلط زي ما بيقولوا كده مستر محدش مركز معايا سعط بغلط بس محدش مركز معايا في حاجة جميل تمام طبعا كلنا عارفين إن اللعبة على المكشوف Michael knew that أو realized عارف كويس this is Rodolf Rassendel not the real king because he has already kidnapped the king هو عارف إن دوت مش الملك لأنه أصلا قطف الملك عنده طب ليه مش قادر يقول سؤال مهم جدا ببساطة كده هنقولي if Michael told the people that Rodolf Rassendel didn't know the king لو قال لهم يا جماعة ده دمش الملك أول سؤالها يستقلوا بيبل would ask him where the real king was فين الملك الحي فين الملك الحي زي ما مسترح ما بيقول so he couldn't say he couldn't speak up ما يقدرش يفسح ويقولي I kidnapped the king and killed his servant جوزيف أنا جماعة اللي خطف الملك can he say that of course no يبقى هنا هقول بيبل might know ممكن يعرفه that he could not be the king عشان كده he couldn't say this ما يقدرش يقول الكلام ده although he knew he is not the king question number 15 بيقولي what would happen if the king cared about the border of Rorytania تمام طبعا عرفنا من زمان ان the king cared أو the rich people supported the king rich people اللي بيحبوا الملك وبيدعموه وبور بيبل اللي هم نظرة سلبية عن الملك فمسترح ما بيسألنا وبيقولي إيه اللي هيحصل لو الملك اهتم بالفقرة ده بالمنطق من غير النوف الخالص لو أنا ملك واهتمت بالفقر إلا هيحصل بور بيبل بور بيبل might love the king هيبدأوا بيحبوا الملك they may trust him ممكن يسقوا فيه then they are going to support him هيبتدوا انهم يقيدوا ويدعموا تمام so he would have a very good life فهيعيش حياة كويسة and the Britannia would be wonderful والبلد نفسها تبقى في انتعش جميل question number 16 who do you think the reach of Estrelso supports the king 16 who do you think the reach of Estrelso هو المسر بيقولي بهم بيدعموا مين لسا إيلنها they supported the king بيدعموا الملك لبقى because they think that nothing good change يعني عارفين انه مفيش حاجة تضير طالما احنا عيشين كويس because they live well عيشين كويس زي ما احنا قلنا ليه عيشين كويس دي حاول توضح they live in wide streets wide أو modern houses wide streets and modern houses they live well and they think that nothing good change عارفين انه مفيش اي تغير هيحصل خلاص طالما انا عيش كويس هعوز ملك تاني لي يبقى زي صبورت الذاكين جلي بيدعموا الملك لي ببساطة they lived well عشان عايش اي مشاكل بالضبط كبه جميل question number 17 بيقول لي why do you think that friends and the sept locked up youhane's mother with the king تمام ليه سبت حبس youhane the mother ام يوهان طبعا الموقف كان كالاتي وين سبت بيجان to tell them about his plan لما سبت ابتدى يا جماعة يقول لهم على خطته to save the king or restore him انه يسترد بقى ويرجع الملك تاني زي نوتت ذات لحظوا كده ايه ان مين اللي هناك دي youhane's mother overheated them دي كانت بتصنط علينا فعملوا ايه باب سابت دي سايدد to imprison her كلمة prison يا جماعة يعني سجد تحط لها اي ام في الاول تبقى يزجن أو to hold her a prisoner قرروا يحبسها ويهة كينج ليه ببساطة الصنطت على الخطة طبعا يعني ايه تصنط كلنا عارفين يسمعي يعني ايه here بالضبط او lesson تمام هناخد here دي نحط لها over ونقول ايه she overheated the plan of saving the king بس she overheated the plan of saving the king الصنطت على خطة ايه انقاذ الملك of course she might tell مايكل فممكن تقول لي مين مايكل saw they couldn't trust her فما بقاش في ثقة فيها عشان كده they had to imprison her اضطروا انه ما يحبسوها جميل question number 18 بيولي why do you think that sapt told rassendil the history of the king's life يمكن ده برضو قلناه شوية ليه سبت الرassendil عن تاريخ الملك قلناها من شوية ببساطة كده ايه هنقولي to help him replace the king تمام يساعده يقوم بدور الملك and avoid mistakes as much as he could وتجنب الأخطاء قادر المستطع تمام question number 19 بيولي why do you think that duke michael tried to get rid of his brother by poisoning him instead of any other way تمام بيستا رحمة بيسألنا وبيقول هو ليه مايكل حاول يسمم أخوه بدل ما يقتله بأي طريقة تانية تمام احنا عارفين طبعا لو حد مات مسموم ممكن محدش يعرف ان ده ميت مسموم فببساطة كده because by the name of the king ان عملية تسميم الملك دي may not be discovered اكتشفها so if he used any other way he might be discovered فلو استعمل اي طريقة تانية لقتله ممكن محدش بيكتشف الموضوع ده so he decided to use a poison فقرر انه يستعمل السم جميل question number 20 بيولي what do you think might have happened if sept and the fruits had been poisoned like the king تمام بنقول ايه مستر احمد هو لو سبت السمم هو وفريت كان ممكن اي يحصل خلاص احنا عندنا the king was poisoned الملك السمم سابت وفريت if they were poisoned لو كانوا استمموهم كمان كده خلاص ببساطة اول حاجة سابت وفريت might be killed or arrested ممكن يتقبض عليهم ويموتوا ليه لان مايكل ويتكيل the real king and take the ground خلاص مايكل هيستولى على العرش بعد ما يقتل ايه اخو الملك فحياتهم كانت ضرورية سابت جميل question number 21 بيولي if you were the king would you be grateful to rassendel لو انت ما كان الملك تبقى شاكر وممنون لرassendel of course ليه اولا رassendel ما عرفوش يعني معرفتوا بيه بسيطة كده احنا قلنا ده قريب ومن بعيد كده يعني ما شرح ما زمان chapter one لكن بالرغم من كده بقى رassendel عملية قلنا من شوية رassendel was ready to give his life give his life يعني sacrifice his life يضحب حياته ليه just for saving the king لمنجرد انقذ الملك وهنعرف انه انقذه طبعا او انتوا عرفتم انه انقذه في chapter eight كيه ادي اول نقطة اتنين رassendel stopped the poor people of thinking badly of the king رassendel يا جماعة خلى الفقرة غيروا فكرتهم خلص عن مين عن الملك يبقى رassendel هنا ايه taught the king a real lesson in life علمه فعلا درس في الحياة he taught him how to be a true king علمه ازاي يبقى فعلا ملك who must care about all people not only the reach المفروض انه هو يعتني بالبلغ كلها مش مجرد الاغنية يبقى انا لو ما كان الملك فعلا i would be grateful to rassendel جميل question number 22 bully why do you think that you kept antoine a prisoner ليه مايكل يا جماعة خلى او حبس antoine تمام طبعا ببساطة مايكل realized او new عرف that antoine betrayed him خانته بمعنى ايه she told rassendel everything about his plan to kill the king and get rid of rassendel لقتل الملك والتخلص من rassendel وبالتالي he couldn't trust here ما بقاش عنده ثقة فيها عشان كده he decided to keep here or to hold here a prisoner in his mansion حبسها فين في المنشف جميل question number 23 بيولي مايكل had to hold the doctor a prisoner with the king do you agree مايكل had to hold the doctor احنا عارفين طبعا when the king was very weak and ill لما الملك تعب جدا مايكل asked for the doctor to see him جاب له مستر دكتور يكشف عليه فالدكتور قال ايه بقى the doctor advised Michael to see the king free at once قال له لازم تسيب الملك حالا دلوقتي اللي بقى تحرره وتفك أسره لي or he will die يا اما الملك ده يموت فورا تمام ساعتها بقى مايكل اضطر يعمل ايه مايكل had to زي ما مسترحة بقى بيقول دلوقتي اضطر to keep the doctor a prisoner يحبس الملك كمان معه او يحبس الدكتور مع الملك ليه بقى بيقولك السؤال بقى هل ما احقق يعمل كده لو انت ما كان مايكل تعمل كده انا هعمل كده ليه لازم تجيب logical reason ببساطة the doctor knew the secret هتعرف هو وحب السر السر اللي هو اللي لازم توضحه ان the prisoner is the real king of rotania ان السجين ده يبقى ملك البلد سويف مايكل لدى دكتور فري لو سابه بالضبط كده هيود ريفيل the secret هيكشف السر يعني ايه يعني هيود tell people of rotania the prisoner is the king هقولهم يا جماعة ده مايكل خطف اخوه وبالتالي people would be angry with مايكل البلد هتتقلب على ميل على مايكل طب هلأ وإحنا جونا قلنا ايه يعني نقرع لكوا سؤال مستر رحمة التاني هو مايكل مع حق ايه حبس الدكتور واحدة اقول لا no because this is not fair عشان ده مش عادل ده ظلم هي اوكي بس الاولى اقوى لان انت ساعات في مواقف بتتطرك تسلك بطريقة معين فهو عشان عرف سره فهتطر يحبسه that's all جميل question number 24 why do you think راسندل felt nervous and afraid on his way to strilsou تمام ليه راسندل يا جماعة كان عصبي اثناء طريقه للعاصمة الكابتل ليه بقى كان عصبي في الفترة دية اي حد ما كانوا يبقى عصب في لحظة لقى نفسه قاين بدور ملك فعشان كده هنقول دي he might be afraid he might be worried اكيد طبعا أو he must be might be must be مشى تفرق جايز كان قلقان وخايف ليه if anyone discovered their plan all of them would be killed اصل لو حد اكتشف الخطة دي ده منتحل شخصية الملك they would be killed فكلهم هيحصل لهم ايه هيتاكل فليه حق طبعا انه ايه يخيف جميل question number 25 بيقول لي why do you think فريدز was against راسندل's idea to get right alone in the old part of town تمام ليه فريدز بقى من شوية قلنا ان نزور راسندل في وسط الفورة كان شجاعة لكن طبعا هو برضو نوع من التهور عشان كده فريدز بليم دهم كان بيلومه وقال له you must try too hard راسندل انت زودتها او ما كانش صح اللي بتعمله ساعتها قال له ايه بقى قال له مايكل wouldn't like the idea if you become popular with the people مش هينفع مايكل مش هيعجبه منه البوسط والفؤر ايه يحبوك فمش هيسيبك عشان كده he was afraid that مايكل might follow him to kill him عارف انه هو يتن وراه ويقتل لان مايكل طبعا بيعتمد على مين poor people to support him على الفؤر يدعمه جميل question number 26 بيقول لي princess Flavia was observant illustrate Flavia was observant يعني قوية الملاحظة تمام لازم اجيب ما يوز بده على فكرة the only one who noticed some changes الوحيدة اللي لحظة التغيرات على الملك كانت مين princess Flavia لما قالت له في الكوتش لو انتم فاكرين كده وما في الكوتش في الكاريتة دي بيلفوا البلك كده قالت له قالت له يقول لك شكلك متغير يا ملك النهضة وقالت له ثلاث صفات قالت له يقولك شكلك مرهق شوية خاسس شوية بس ايه بقيت اكسر جدية عن زمان تمام فيبقى فعلا هي observant that's all جميل question number 27 what would happen if راسندل refused to return to ستريلسو يا طرى ايه اللي هيحصل مسترح ما بيسألنا ايه اللي هيحصل لو رفض راسندل انه يرجع الكابيتال سيتي ويقوم بدور الملك ممكن ببساطة هتقول حاجة واحدة بس مايكل would kill the king and take the crown بس مايكل هيستولع العرش بعد مائة الاخوه بالمناسبة بعض الطلبة ممكن تقولي بس الاجابة صغيرة يعني انا بحب اكتب كتير كده ببقى مستريح خالص تمام هو انا لما قولك what's your name وانت قلت محمد هو لازم تقوللي my name is محمد ما هي محمد دي انا خلاص وصلتني المعلومة تمام لا هو طالما هي مش بالحجم يا جماعة طالما الاجابة منطقية وجاية من event بتاع النوبل من احداث القصة وما فيهاش مشكلة تمام ومدعمة للاجابة خلاص طالما هي كافية مش لازم تبقى اجابة طويل اه في اسئلة ممكن تبقى اجابة هاولادنا طويلة لكن في اسئلة بتبقى short answers وبتبقى كافية تماما فما فيش داعي تقلق نفسك على الفودي كي جميل question number 28 بيقولي what would have happened if راسندل had been killed in the old part of strils اهو ده سؤال تاني انا جايبه بعديه عشان بنفس الطريقة يا طرى لو راسندل اتقتل هيحصلي ايه انا ممكن اقول سابت وفريتسو might be killed during present ممكن سابت وفريتس يتحبسه لان ساعتها بقى مايكل هيعمل ايه مايكل وتkill the king طب وبعد قتل الملك هي وتتجرى كراون حد فاكر من ولادنا تيج با كراون يعني ها ايوه يستولى على عرش برابو عليك تمام that's all okay question number 29 why do you think راسندل and the sapt use a new servant فريلر who had never met the real king ماشي مسترح ما بيسأله بيقول ليه فريلر اللي قلنا من شوية لو انتوا فاكرين عنه انه كوشاس كوشاس يعني كارفو الفاكر كارفو الحريص ليه بقى سابت جاب واحد اسمه فريلر خدم جديد ببساطة so as not to ما تنساش الكلمة دي معنى لكي لا اسمه اي so as not to لكي لا ويلاحظ يعني notice so as not so as not to notice any change عشان ما يلاحظ اي تغير as the king's behavior على تصرفته سلوك مين الملك لو انا اول مرة اتعرف في مستر احمد خلاص هو ده سلوكه الطبيعي بالنسبالي لكن لو انا عارفه قبل كده وحد جاء بدوره ممكن الاحظ تغيرات عشان كده سابت واسكارفول يبقى الايجابة مرة تانية so as not to notice any change as the king's behavior عشان ما يلمحش اي تغير على الملك ولو لمح he may suspect him ممكن يشك فيه بالضبط كده تمام راسندل فوست كلامه وجماعة كان بيقول ايه ان ابريتيند كينج life is harder ان حياة من يدعي انه ملك زي اصعب من حياة الملك فعلا ليه بقى because a king behaves naturally الملك بيتصرف في طبيعته زي مدرس هو دي شخصيته مدرس بيشتغل الدكتور بيشتغل تمام طيب لكن ابريتيند كينج بقى من يدعي انه ملك doesn't behave naturally ما بيتصرفش طبيعته he wanted to replace someone he doesn't know ده اصلا راسندل بيتقمص شخصيت واحد ما يعرفوش كويس يدوب قاعد مع سعة 2-3 تمام يبقى فعلا his life is harder حياة راسندل كان انه بياد يعني بيادعي انه ملك اصعب طب تمام question number 31 بيولي فريدز said that the game between that you can't راسندل was a still mate explain المعركة بين راسندل ومايكل still mate يعني ورطة مشكلة كبيرة مش حدش عارف يعمل فيها ايه قفلت كده تمام مقصود بيها ايه ان راسندل couldn't say to people راسندل من جهته وسبت وفريدز مش قادرين يكشفوا الموضوع للشعب ويقولوا ايه يا شعب ان مايكل كدناب ده his brother مايكل خطف اخوه ويذوة admitting ان لما يعترف راسندل he was into the king لان الشعب يقوله طب مال انت مين هتطر اقوله انا مش مين الملك يبقى هنقول تاني كده ان راسندل couldn't tell people that مايكل kidnapped his brother راسندل مش قادر يقول للشعب ان مايكل خطف اخوه ليه because people would ask him he was هيقوله لهم مال انت مين he would say اعم راسندل هيقول لهم طب انا راسندل اتكشف السر في نفس التوقيت بقى مايكل couldn't tell the truth مايكل برضو مش عارف يقول الحقيقة ويقول ان راسندل ده pretend to be the king بيدعي انه الملك ليه قلنا من شوية ان people would ask him where the real king was لو قال كده يقول له ببسطة طب فين الملك he couldn't say I could not be him مايقدرش ساعتها يقول انا خطف مين فتحس ازا قفلت زي الضلم لا دول عارفين يعملوا حاجة ولا دول عارفين يعملوا حاجة ده معنى كلمة stayl mate يعني ورطة مشكلة كبيرة that's all هل راسندل انسان عادل اكيد ده يمكن صيغة تانية لبعض الاجابات اللي قلناها اول حاجة he didn't want to deceive princess Flavia didn't want to deceive princess Flavia مش عايز يخدع الاميرة and marry her ليه because this is هو الكده this is not fair unfair لانه ظلم ليها كمان راسندل could have taken the crown كان ممكن على فكرة يستولى على العرش تمام but he didn't لكن ما عملش كده he was ready to give his life قلنا كان على استعداد للتضحية بحياته just for saving the king of Britannia because this is fair لمجرد بس انقاذ الملك عشان هو ده العدل بتاع رب that's all جميل question number 34 what do you think might have happened if Antoinette had blotted against راسندل تمام يا طرى ايه اللي ممكن يحصل لو Antoinette خانت وتأمرت ضد راسندل وكانت مع مايكل خلاص the game is over الموضوع هينته بمعنى راسندل would be killed by Michael's men كان راسندل هيخلصه عليه رجالة مايكل وطالما راسندل مت إلا هيحصل مايكل would kill the real king and take the crown هيخلص على الملك الأصلي وإيه ويستولى العرش طب ليه ما هو ممكن مايكل يقتل برضو الملك as long as راسندل is still alive طالما راسندل لسه عايش مايكل couldn't kill the real king مايقدرش يقتل الملك ليه ببساطة because راسندل would be the king forever هو عارف إن ساعتها مين الله هيبقى الملك راسندل ماهو نفس الشكل تمام he looks like the king احنا عارفينه شبه مين الملك فقتل الملك مايهموش مايكل يهموه يبقى مايكل wanted to kill رودولف راسندل عايز يخلص على راسندل ليه التاني تحت سيطرته باريك الكينج بالضبط مصطرح مايبولينا التاني is already under his control أصلا هو تحت سيطرته he could kill him at any time في أي وقت عايز يقتلو يقتلو this is the answer okay question number 35 بولي why do you think that sabt stopped راسندل telling princess filivia who he really was when راسندل wanted to tell filivia the truth about his identity لما وصل سابتو عايز يبلغ filivia بأمره ان هو مش الملك بقى لما زهي بقى بالموضوع قلنا ساعتها ان سابت stopped him ظهر له سابت فاك اوقفوا عن الموضوع ده because it's a secret plan and they wanted to save the king ده خطة سرية طبعا وهم عايزينين ننقذوا الملك because سابتو سكوشا سكوشا قلنا يعني careful حريص this is the answer جميل question number 36 do you agree with سابت مستر رحمد بيسألنا هل المفروض سابت كان معترض ان راسندل يروح السمر هاوس امتا انتو عارفين طبعا chapter 5 انتوان ايدو موبا sent a letter to سابت والراسندل بعتت لراسندل والدت له to meet her as a summer house يروح لقى السمر هاوس to tell him something important عشان تبلغوا بأمور هامة يعني ساعتها سابت قال له لأ مش هينفع تروح ليه بقى سابت بيقول لي بقى سؤال مستر رحمد هل مع حق يمنعه اه ليه سابت اكسباكت كامتوقع it was a trap to kill راسندل ببساطة هيا جون لبص trap فخ كمين كلمة فخ وكمين يعني تراب فهنقول كده it was a trap to kill him عشان ده كان فخ انه هو يموته وطبعا احنا عرفنا من توالي الاحداث ان سابت كان مع حق طبعا لان كان مايكل فعلا مخطط للكلام ده to kill راسندل يبقى سابت هاد رايت مع الحق تمام نشوف كده the last question مع بعض بيقول ايه راسندل says he doesn't need سابت's help to protect him what does this tell us about راسندل تمام مستر احمد بيسألنا احنا كان فيه لقطة بتقول ان سابت order the six people كان طلب من ستة to guard راسندل to follow him everywhere انه يمشي وراه في كل حتة يحموه فساعتها لما قاله ليه قاله because if you killed if you were killed اصلا انت لو قتلت the game is over خلاص الموضوع هينتهي تمام ساعتها راسندل قاله I don't need touch health لا انا مش محتاج مساعدة من حد سؤال مستر احمد الكلام ده بيوضح لك ايه ويعكس لك ايه في شخصية راسندل ممكن ببساطة نقول ايه ان راسندل was confident confident واثق من نفسه brave شجاع تمام اي صفة لقيها منطقية اي حاجة زي كده تبقى صح تمام حلقة ممتعة مستر خالد اتمنى ان الطلبة بتاعتنا كلها يكون استمتعت معنا بالحلقة الله يخليك بالسلام وان وان مينت وضح لنا الاسئلة بتيجي ازاي في الامتحان وتوزيع الدرجات على ازاي تمام يعني هو النوفل يا جماعة بخصوص توزيع الاسئلة هي ان شاء الله عليها سبع درجات سبع درجات مضمونين بإذن الله للطالب اللي فاهم نوفل بحب أكرر بده الموضوع ما بقاش حفظ خلاص احنا عندنا تلات اسئلة اللي هما critical questions اللي احنا كنا عاملين عليهم مراجع النهاردة دولة مستر احمد مبارعا تلات اسئلة الطالب عليه اختار كم سؤال اتنين كل سؤال عليه درجة ونص يبقى ادي درجة ونص في سؤاله ودرجة ونص يبقى تلات درجات وبينسيب سؤال خالص لو صعب علينا بينسيب ولينا حقنا عايز تحل التلاتة حل تمام عايز تركز في اتنين ماشي مفيش مشكلة يبقى ادي تلات درجات يبقى فضل كم اولادنا اربع درجات يبقى القصة عليها كلها كام سبع سبع درجات الاربع دولة مستربعة عبر عن ايه اربع جمل اختيارات الاربع جمل هي الجملة العادية اللي الطالب عارفاها جملة وعليها اربع اختيارات بيختار طبعا ايه وفقا للأحداث وفقا للفهم وليس الحفظ النوفل سؤال حلو هو عاد سيبه من ايه ده حقيقي بجد اللي يخسر النوفل لا ما ينفعش خالص لان فيه اسئلة عندك ما تضمنهاش يمكن الكمبريهنشن تيجي تقيلة شوي ترانسليش لكن النوفل ده حاجة بسيطة جدا لو تبعت حلقاتنا فعلا وبقيت الحلقات بتاعت مدرس على الهوى تمام زميلنا الافاضل كلهم طبعا بقى مش عايزين بقى نقول أسماء عشان ما ننساش حد كلهم طبعا قامت وهمت في التربية والتعليم فكلهم ان شاء الله هيقدروا يفيدوك جدا جدا برنامج مدرس على الهوى هيقدروا يفيدوك جدا جدا تابع القناة وان شاء الله تستفيق جدا وربنا ووفقكم كلكم لما فيه الخير والصلاح شرفتنا مستر خالد وشرف بيك دايما شكرا